نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار البنك المركزي قرارا بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال مكيناب الصرف الآلي تتراوح من 20 إلى 50 جنيها وأكد المركزي أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر من خلال مكينات الصرف الآلي ATM حيث يتم السحب مجانا بتون أي رسوم من خلال مكينات الصرف الآلي تابعة للبنك المصدر للبطاقة وبرسوم لا تزيد عن خمسة جنيهات من أي مكينة أخرى غير تابعة للبنك كما أشار المركزي إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الاعتمان الكريدت كارد التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة ذلك بهدف استخدام تلقى البطاقات في الأغراض المخصصة لها وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونيا بدلا من التعامل النقدي